اشتركوا في القناة وارتفاع عدد الخلفات وارتفاع الميزان بالنسبة للصغار اي في سن التسمين كما كتشوفوا معايا هذه القرارة ندير فيها واحد المادة اللي هي فاتسبقتلي المهم ان في هذا الموضوع كنا طريقة جد فعالة وهي الحلبة الحلبة ففي المواضيع السابقة كنت تحددت على الحلبة يعني وفوائد ديالها في التسمين يعني بالنسبة لجميع الاعمار اما الكبار اما الصغار اما الحوامل اما العشار اي سن والطريقة اللي كنت قدمتها وهي حبوب الحلبة مع الماء يعني كتشدوا حبوب الحلبة حبوب الحلبة معروفة على الخيصة في التسمين ممكن ان تشروعوا جدراهم على كتضربكم شحال كتباع بالكاس ممكن انكم تديروها مع الماء ولكن هالطريقة هادي لقيت فيها بعض السيلبيات وهي ان الماء كيتلقوا واحدة رائحة يعني كاريها كم عارفين رائحة الحلبة يا خدامة فعالة ولكن هاديك الرائحة الكاريها كتجعل يعني كيتبدل بعد اللون ديال الماء وخاصكم كل النهار تبقوا تبدلوه لمدة اربع ايام يعني كينوا واحد العناء اما هالطريقة اللي جميل لكم جديدة ان شاء الله هي الطريقة ديال اليوم وهي جدا سهلة وما كتخليش الرائحة في المكان يعني باش ممكن ان الاراني بينفرو من هذيك الرائحة هالطريقة وهي اننا نشدو هذيك الحلبة ونتحنوها ونتحنوها ونسحقوها في مولينيكس عادي يعني نتحنوها كيفاش كتولي كتولي بهذا الشكل هذا اخوان نحلل القراء اني كتولي غبار انتم كما كتشوفو غبرة انتم كما كتشوفو هي غبرة اكا اذا هذي هذي الحلبة هذي مني كتولي غبرة اسمو كنديرولها ماشي كنديروها مع الماء لا نشدوها ونخلطوها مع كيلو ديال الخبز الجاف مطحون حتى هو يعني مثلا هاد الخبز ها واني كما كتشوفو هاد الخبز خبز جاف مطحون مطحون التحنوه باي طريقة ممكن انه يكون عندكم روبو او مهراز او اي حاجة اني عندي حلقات او سابقة وريتكم كيفاش كيفاش يعني اتتتحنو هادك هدك الخبز المهم مني تشدو الخبز ديرو كيلو كيلو ديال الخبز خلطو معه ملعقة كبيرة ديال اي يعني ديال الحلبة مطحونة بهذا الشكل يعني معلقة من هاد من هاد الحلبة مطحونة ملعقة ملعقة من الحلبة المطحونة اي ممكن انكم تخلطوها مع كيلو ديال الخبز سو مطحون يعني منيكة الخلطوهم غديتلاحظوا ان الارنب ماكيعيقش بهذاك الماداق ديال الحلبة و هذه الحلبة ما كتنفخش بحال اللي درناها في الماء يعني مني كنديروها في الماء كتنفخ وكتعطي وحد يعني وحد الرائحة كريهة أما بالنسبة لهالطريقة هذي كنوا متقنين أن الأرنب ما كيعقش بها ما كتخليش الرائحة في الماكام ما كينفرش منها سموكي أوقع أن العملية دية التسمين كترى بواحد شكل كتر منيما تديروها في الماء أولا الحلبة فاتحة للشاهية كتفتح للشاهية ثانيا كيتسمن يعني كيبين يكون بالوزن ديالو كيتزاد بواحد طريقة يعني سبحان الله هنا الحلبة يعني شي حاجة يعني هي كدتعتبر حتى موض skating سيئة حيوي ممكن أنك تحنوها سعفوها لوم hinaوتاني مع التومة اوتاني كدلي كرها واحدة الموض答 Имوت صغير جدا فعال هناك التومة لكي الناس لي ككرموها وrine كيتحنوها و hoch اعطيوها الالانب ديالهم مع الحلبة مطحونة ونمتقنين ان الحلبة مطحونة مع الخمز جاف كي اعطي واحد النتائج ان ارى بتجريبها هذي كي احتجي النتائج يعني جد جد مفرحة ان شاء الله القادية ديال الحبوب مع الماء مزيانة حتى هي غيية فشوية العناء وكتخلي واحد الرائحة لعناش حلم اللي كومنتير جاوني قال لك باللي راك عناه واحد لهذه الحلبة كتنفخ بسط الماء وفعلا هي كتنفخ بسط الماء وكتطلق واحد الرائحة يعني كاريها وفعلا انا كان نقول الناس عندكم الصح اذا اسموهي الطريقة اللي غادي نحيلوا من هذه الرائحة هذي وهي الطريقة اللي هدرنا عليها انكم الحلبة تحنوها تتولي غباء بحال هكا انا راني ما تتحنتها شعاد بزا فرا ممكن ان تتحنوها تتولي غبرة مني كتنفخ بسط الماء مع كيلو دي الخبز كيلو دي الخبز الزرافة كتنفخ بسط الماء كتنفخ بسط الماء وما تنفخ بسط الماء بالنسبة للتسمين انا جربت ملعقة وحدة راها كافية انها تخدم معكم مزيان اذا ندي الحلقة دياله دياله حلقة مهمة الناس اللي بغين يعطيوا تسمين ان يسملوا الالانب ديالهم سواء صغار او كبار كنشكركم على التعاليق طيب ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا حلقة ان شاء الله مفيدة تكيو على زر جام باش تساندونا باش خينا تزيل القدام متنسوناش بزير الجام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله